بالفن يمكن أن تعبر عن نفسك شعار ترفعه جمعية خيرية في الأردن تسعى لتعليم الشباب المصابين بمتلازم داون فن الفسيفساء يمكنهم من خلاله هذا الفن عمل لوحات فنية ما يعازز اندماجهم داخل المجتمع هي بصراحة من قصة بنتي وفاء تدربت في أحد المراكز وبيت اللقاء على بدايات اللي هي صناعة حرفة الفسيفساء بس بشكل يعني بطيء فوجدت أنها عندها ميولة كبيرة ومهارة في تشكيل وصناعة اللوحات الفسيفسائية بعد فترة وجدت أنه في أطفال مثلها في صبايا في شابات يعني وشباب عندهم السادات يشتغلوا بحرفة الفسيفساء أنشئت الجمعية في عام 2012 وتقدم خدماتها لأكثر من 25 شخصا من المصابين بالمتلازمة وتعمل مع أسرهم ما يعزز فرص حصولهم على دخل يكفيهم الآن غير مطبق القانون بتوفير فعلا المطلوب لهم توفير فرص العمل المطلوبة لهم الكل مهتم والكل بدوا يقدم ولكن إحنا بدنا شيء متقطع بدنا أو وظائف متقطعة بدنا وظائف تكون دائمة لهم مدام أنهم حدا يحتضنهم بالوظائف يتعلم المتدربون في الجمعية فن الفسيفساء من خلال مساعدة معهد فن وأحياء الفسيفساء وتتميز أعمالهم بإتقان الحرفة وينتهي الأمر ببايع بعضها للمسافرين الذين يزورونهم في مدبة وهي مركز سيحي مشهور بمنتجات الفسيفساء ويذهب جزء من دخل مبيعات أعمالهم لصالح موظفي المعهد كما يتم التدريب هناك على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجات المتدربين المتدربين شكرا